وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الذي حققه أول سباق الليلي ضمن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد أعرب فيها عن خالص تهانيه وتبركاته بالنجاح الكبير والمشهود الذي حققه اليوم أول سباق الليلي لبطولة الفئة الأولى لسباق السيارات الدولي الفورمولا في البحرين الذي حظي بمتابعة وإعجاب وتقدير الملايين في مختلف أنحاء العالم وإننا لنود في هذه المناسبة التي صادفت مرور عشر سنوات على احتضان البحرين لهذه البطولة العالمية أن نشيد بالجهد الكبير الذي أوليتموه سموكم لكافة مراحل الاعداد والتنظيم لإقامة سباق هذا العام حتى خرج بهذا المظهر المشرف ليضاف إلى الإنجازات العديدة التي توالي مملكة البحرين تحقيقها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أطيب تمنياتنا لسموكم بدوام التوفيق والسداد في كل ما تبذلونه من جهد طيب مبارك إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي يلمي سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وذلك ردا على برقية سموه المهنئة له بالنجاح الذي حققه أول سباق ليلي ضمن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2014 هذا نصها سيدي صاحب السمو العمل عزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2014 وإن ما تضمنته برقية سموكم حفظكم الله من معاني ومشاعر طيبة هي محل فخر وتقدير وإن ما تحقق اليوم من نجاح لحلبة البحرين الدولية التي نحتفي اليوم بعامها العاشر وسط انجاحات متتالية عكست حسن التنظيم والإدارة الفاعلة وقدرة أبناء هذا الوطن الغالي على تحقيق التمييز والنجاح سيدي صاحب السمو كما أود أن أشيد بهذه المناسبة بما قدمته الأجهزة الحكومية في ظل توجيهات سموكم من تسهلات ودعم لتحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي في رحاب مملكة البحرين في ظل تضاف ركافة الجهود لتعزيز مكانة البحرين على الصعيد الدولي والحفاظ على الإنجازات التي سجلتها مملكتنا العزيزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه سائلا الله العلي القدير أن يمتع سموكم بمفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يوافقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية ودمتم يا سيدي سالمين وموفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر